أقامت السفارة اليمنية في برلين ومركز جينيف لدراسات حلقة نقاش حول تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال وناقشت الحلقة التي حضرها عدد من ممثلي المنظمات والإعلاميين الألمان التجارب الدولية وخاصة في أمريكا اللاتينية بهذا الصدد أهمية الدور الحكومي في عادة تأهيل من يتم تحريرهم من الأطفال المجندين من قبل الحوثي وأشر القائم بأعمال السفارة لؤية الإريان إلى كارثة تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال وما يمثله ذلك من تدمير لحاضر اليمن ومستقبله من جانبه تطرق ناصر زهير من مركز جينيف إلى آليات تجنيد الحوثي للأطفال والمخاطر التي يمثلها على الإقليم والعالم لإطار زرع الأفكار المتطرفة لافتا إلى أن الحوثي لم يلتزم بالالتزامات التي وقعها لوقف تجنيد الأطفال كما تحدثت الخبيرة بشؤون الطفل والنوع الاجتماعي في الأمم المتحدة الدكتورة جيهان أبو زيد حول المرتكامزات التي يسند عليها الحوثي في تجنيد الأطفال وضرورة وجود برامج مدعومة دوليا ومستدامة للتعامل مع تجنيد الأطفال وإعادة تأهيلهم